موسيقى مشاهدينا اهلا بحضركم في نشر جديد المجموعة من اهم وابرز اخبار اليوم من تلفزيون اليوم السابع البداية من وزارة الاوقاف حيث اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف اقامة صلاة الغائب على ضحايا اشقائنا في زلزال المغرب واعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عاقب صلاة الجمعة وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للازهر على فيسبوك بتغيير صورة الغلاف الرسمي كافر فوتو وسورة البروفايل تضامنا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي وكتبت صفحة الازهر الشريف عليها جملة اللهم لطفك ورحمتك باهلنا في ليبيا كان فضيلة الامام الاكبر دكتور احمد الطيب شيخ الازهر قد قدم التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون للمتضربين والإسراع لإنقاذ الأرواح إلى معرض أهلا مدارس الرئيسي حيث يستقبل اليوم المواطنين بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض مساء أمس الخميس حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مكيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% إلى وزارة التضامن الاجتماعي حيث ستبدأ اليوم الجمعة في صرف المساعدات النقدية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واكتماعية منخفضة تحول دون إجباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل أو الإنتاج مثل كبار السن 65 عاما فأكثر أو من لديهم عجز كلي أو إعاقار رياضيا وأخيرا يخوض فريق الكرة بندي الأهلي في التاسعة مساء اليوم اختبارا إفريقيا صعبا عندما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري باستاذ الملك فهد الدولي بمدينة طائف السعودية في بطولة السوبر الإفريقي يتطلع الأهلي لحظ هذه البطولة لتكون خير بداية للموسم الجديد الذي ينافس فيه المارض الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثل ما فعل في الموسم الماضي الذي توج فيه بخمس بطولات مشاهدين كانت هذه تفاصيل مجموعة من أهم وأبرز أخبار اليوم نقلناها لحضراتكم من تلفزيوني يوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء